اهلا بيكون في شرح درس جديد من مادة الدراسات الاجتماعية لسنة الترمي التاني النهاردة عنشرح الدرس التاني في الوحدة الاولى وهو الرعي والسروة الحيوانية والسماكية في العالم اول حاجة عندي النشاط الرعوي النشاط الرعوي بيرتبط بمناطق الحشائش في العالم. طيب ايه هو النشاط الرعوي? هو تربية الحيوانات. ايه هي مناطق الحشائش اللي ممكن تكون موجودة في العالم? قال لي عندي ممكن تكون حشائش قصيرة زي حشائش وحشائش طويلة زي السفن. انواع النشاط الرعوي في العالم. بيقولي ان احنا لما هنبتدي ندرس الخريطة اللي قدامنا دي هنعرف ان النشاط الرعوي في العالم بينقسم بالحاكتين. رعي بدائي ورعي تجاري. عايزين دلوقتي بقى نفرق ما بين الرعي التقليدي والرعي التجاري. الرعي البدائي او التقليدي ده رعي بيمرسه غالبا سكان المناطق الصحراوية. وبيكون في مساحات واسعة في قارة العالم. طيب ايه هي المناطق الصحراوية دي اللي ممكن تكون في قارة العالم? عندي واحد. السحاري الحارة. شبه الجزيرة العربية. وبداية الشام باسيا. وشمال افريقيا. وعندي دول وسط اسيا. ودي سحاري معتدلة. وعندي سحاري التندرة البردة. دي موجودة في اسيا واوروبا. طيب السحاري البردة داية بيتربى فيها حيوان ايه? عندي حيوان رنانة. وكمان حيوانات غيره. طيب تعالي بقدراتي ناخد الرعي التجاري. ده بيعتمد زي ما اتفقنا على التكنولوجي. الرعي البدائي بعيد شوية عن الحاجات اللي فيها ايه? تكنولوجي او الحاجات الحديثة. لكن الرعي التجاري هو رعي بيعتمد على الاسليب الحديثة. لانتاج الالبان والنحوم. علشان كل نوع من انواع الحيوانات بيتربى في مزارع خاصة به. من غير اختلاط بالحيوانات الاخرى. طيب موجود فين الرعي التجاري? موجود في مناطق حشائش والسفن. بقرات العالم. وموجود فيه الولايات المتحدة الامريكية في امريكا الشمالية. ومناطق الحشائش القصيرة لالستبس. وكمان بتتعرف بالبراري. وكمان الارجنتين موجودة في امريكا الجنوبية. وعندي كارت استرالي. ودلوقتي عندي سؤال بما تفسر? بيقول لي كل عدد القائمين على حرفة الرعي البدايي في شبهة الجزيرة العربية وبادية الشام. عنقوله ده بسبب توطين البدو وتضفق البترول. البدو هم اللي كانوا بيقوموا بعملية الرعي في السحرة. فلما ابتدوا يجوا للمدينة ويتوطنوا فيها او يسكنوا فيها ابتدوا ان هم يبعدوا عن الرعي. وكمان وجود البترول ومكسبوا المادة الكبير خلاهم يستغنوا عن الرعي ويركزوا اكتر في البترول. وعندي سؤال تاني بما تفسر? قل عدد القائمين على حرفة الرعي البدايي في دول وسط اسيا. ده بسبب انتشار التعليم بين القبائل. وتغيير نشاطهم للصناعة والزراعة والخدمات. يبقى في شبه الجزيرة العربية وبادية الشام سابوا الرعي علشان اتوطنوا وعشان البترول. طيب في دول وسط اسيا ده عشان التعليم وعشان لقوا انشطة تانية غيره زي صناعة وزراعة وخدمات طيب. ايه هي الموارد الحيوانية في العالم? العالم كله في تلات انواع من الموارد الحيوانية. واحد الحيوانات. اتنين الدواجن. تلاتة الاسماك طيب. اول حاجة عندي الثروة الحيوانية. بيقول ان تعد الثروة الحيوانية هي المصدر الرئيسي لانتاج اللحوم واللبن. او الالبان. لانتاج اللحوم والالبان. بجانب انها هي مصدر لكتير من المواد الخام. المستخدمة في الصناعة زي الجلود والسوف وغيرها. طيب. ايه هي اهمة انواع الحيوانات? عندي الابكار وعندي الاغنيب. طيب. اهميتهم ايه? رقم واحد عندي في الابكار? ان هي بتعد المصدر الرئيسي للنحم الاخمر لغلبية سكان العالم. وبتدخل نسبة كبيرة في التجارة الدولية. طيب الاغنام? بتتربى من اجل اللحومها واصوافها يعني لحمها والسوف. وبترتبط تربيتها بمناطق المراعي التجارية الواسعة. طيب. اهم الدول والقرات المربية للابكار عندي اسيا هي الاولى. واهم الدول اللي فيها هي الهنج. رقم اتنين عندي امريكا الجنوبية لتاني قرات العالم في تربية الابكار. طيب الاغنام. رقم واحد عندي الصين هي اول دولة. رقم اتنين الهند وبعد كده استراليا. طيب. ليه موجودين في التلات دول دول عشان فيهم حشائش كتيرة. طيب. اتفقنا من شوية ان احنا اخدنا نوعين من الحيوانات. هل هم دول بس اللي موجودين في العالم? لا. فيه خمس انواع تانين من الحيوانات برضو ليهم اهمية بجانب الابكار والاغنام زي الجاموس والقبل والماعز والخنزير وحيوان الجن. طيب. دلوقتي هناخد الانتاج الحيواني في العالم. عندي اربع منتجات حيوانية في العالم. اول حاجة اللحوم الحمراء. وده المنتج الحيواني الرئيسي. طيب اهم للدول المنتجة ليه بالترتيب كده اول حاجة عندي الصين. معظم انتجها من لحوم الخنزير. تاني دولة عندي هي الولايات المتحدة الامريكية. طيب الالبان. ده تاني منتج حيواني رئيسي. بعد اللحوم الحمراء على طول. اول دولة منتجة هي الهندي. تاني دولة منتجة ليه? في الولايات المتحدة الامريكية. بعد كده عندي الاصواف. بيعد مادة خم اساسية لصناعة نسيج الصوف. اول دولة عندي استراليا. طيب ليه موجود في استراليا? السبب ان موجود اغنام المارينو الشهيرة بغضارة الصوف. نوع اغنام المارينو دوت بيكون الصوف فيه غزير جدا او كتير جدا فعشان كده استراليا مشهورة بانتاج الصوف. رقم اتنين عندي السين. رقم اربعة في المنتجات الجلود. ده بيقوم عليه صناعة مهمة اسمها صناعة دبغ الجلود وتصنيعها. طيب بعد ما بنتصنعها بتزهر في شكل منتجات جلدية متعددة. طيب بعد كده بيقولي ان بيدخل نحو تمانية في المية من الانتاج العالمي للنحم الاحمر او اللحوم الحمراء في التجارة العالمية. وزي بمعدة للاستهلاك العالمي لللحوم الحمراء. طيب. بيجي لي هنا سؤال بيقولي بما تفسر. ده بسبب ارتفاع مستوى المعيشة في كثير من الدول في العالم. يعني لما بترتفع مستوى المعيشة او مستوى الدخل للفرد. فبيكون عنده القدرة على الشرق. فعشان كده بيزيد معاه معدل الاستهلاك. تالت نقطة عندي. مصر بتنتج من الالبان نحو ستة مليون تن سنويا. وانتجع لا يكفي السكان. بما السكان بيزيد. فبيزيد معاه الاستهلاك. تاني نوع عندي من الثروة الحيوانية هي الدواجل. الدواجل بتربى في كل دول العالم تقريبا. اهميتها ايه? بتساهم بمنتجاتها من اللحوم والبيض بيسد حاجة السكان العالم من الغذاء. اهم الدول المنتجة للدواجل اول حاجة عندي الولايات المتحدة الامريكية. دي اول دولة انتاجة. تاني دولة عندي هي الصين. تالت ثلوة حيوانية معانا هي الاسماك. ايه اهميتها? بتعد مصدر غذائي رئيسي لكتير جدا من سكان العالم. خاصة السكان ان في المناطق الساحلية المطلين على البحار والنخيطها. هل في عوامل بتساعد على تطور حرفة السيد وتربية السماء? او. عندي نوعين من العوامل دي. اول عوامل عندي هي العوامل الطبيعية. تاني عوامل عندي هي عوامل بشرية. طيب. ايه العوامل الطبيعية? واحد ضحالة المياه الساحلية وغناها بالمواد الغذائية. تحالة المياه يعني كلت عمقات. وكمان لما تكون غنية بالمواد الغذائية ده كل ده بيساعد على ان حرفة السيد تتطور. رقم اتنين? التقاء الطيارات البحرية الدافئة مع الباردة. رقم تناتة توافر المواني لرسوم سفن السيد. المواني هي المكان اللي بترسي فيه السفينة او اللي بتقوف فيه السفينة. طيب. العوامل البشرية عندي فيها اتنين. اول حاجة تكون متوفرة الخبرات الفنية والعلمية بصناعة المراكب. يعني المراكب واحنا بنصنعها مش بتتصنع بشكل عشوائي او بشكل غير مدروس. لأ لازم يكون بشكل فني وعلمي مدروس عشان بنقدر نصنع مراكب وادوات السيد وتلاجات وغيرها بشكل كويس وبيكون ناتج عن خبرات كبيرة. رقم اتنين. التعصع في تربية الاسماك على قصص علمية حديثة. يعني بنستخدم العلم الحديث بتربية الاسماك. طيب. ايه يا بقى مناطق سيد الاسماك في العالم? ساعدت التنعوامل التبعية والبشرية في تطور حرفة السيد بمصايد الاسماك. ومصايد الاسماك دي منتشر على سواحل الكارات. طيب. انا كارات بقى اللي موجود فيها حرفة سيد الاسماك. عندي سواحل شامية لغرب. بقى سواحل امريكا الجنوبية. سواحل امريكا الشمالية. وسواحن شرق وجنوب شرق اسيا. مصادر الانتاج العالمي من الاسماك. يعني الاماكن اللي بناخد منها الانتاج العالمي من الاسماك. رقم واحد عندي. النص الانتاج العالمي من السمك بيجي من المياه الملحة. بالمحيطات والبحار. وطلط الانتاج العالمي بيجي من مزارع تربية الاسماك المنتشرة في العديد من دول العالم. وباقي الانتاج بيجي من اسماك المياه العزبة زي الانهار والبحيرات العزب. طيب. اهم الدول المنتجة للسمك. عندي السين هي اولى دول العالم انتاجا. وبتنتج اكتر من طلط الانتاج العالمي. بما تفسر. ده نقوله بسبب طاف الحاجتين. مصائدها على المحيط الهادي والانهار والبحيرات. رقم اتنين عندها مزارع تربية الاسماء. الدولة التانية اندونيسيا. والولايات المتحدة الامريكية التالتة. والدولة اندو والبيج وبعد السين في الانتاج. وده بيرجع لايه? ان عندهم على البحار والمحيطات في سواحل طويلة. وعندهم تقدم وسائل السين. اهم الدول المصدرة للاسماك اللي فوق دول الدول المنتجة. طيب الدولة المصدرة عندي السين والنرويج وتايلاند. طيب. هل فيه انواع من الاحياء البحرية غير السمك? اه. في عندي انواع مختلفة من الاحياء البحرية. وكمان بتستخدم كغذاء للانسان. منها القشريات زي الجنبري والرخويات زي السبيت والحيتان. ودي بتعيش في المحيطات ويتم سادها الاستفادة من اللحومها وشحمها. وبكده خلصنا درسنا النعارضة. استنوني في الدرس الجاي بازن الله. اشتركوا في القناة